قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة إن خير ما يتدارسه المسلمون ولا سيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب وآصل المدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم ففيها ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وعقل وحكمة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد تعرفوا أحبتي ماذا يقول أرنولد توينبي الإنجليزي والذي يعد من أشهر المؤرخين في القرن العشرين ماذا قال لقد أخذت سيرة الرسول العربي صلى الله عليه وآله وسلم بألباب أتباعه وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين فآمنوا برسالته إيمانا جعلهم يتقبلون ما أحي به إليه وأفعاله كما سجلتها السنة مصدرا للقانون لا يقتصر على تنظيم حياة الجماعة الإسلامية وحدها بل يرتب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عددا وشهد لامارتين شاعر فرنسا الشهير طبعا معروف هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته فقال من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن هو الرجل الذي ظهر أعظى منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان فأعظم حب في حياتي هذا هو يقول هو أنني درست حياة محمد دراسة وافية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود أما جودة شاعر ألمانيا الشهير ماذا قال وإننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسوف لا يتقدم عليه أحد وقد بحثت في التاريخ عن من يكون المثل الأعلى لأي إنسان فوجدته في النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم هذه حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية العطرة وانتهينا سوية في الحلقة السابقة حين نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعرض الإسلام على قرابته من بني عبد المطلب أي أعمامه وأبناء أعمامه وذلك حتى يضمن حمايتهم له من قريش ومن بقية العرب وبطونها وقلت أن قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انقسم إلى فريقين الفريق الأول وهو الأغلبية فريق مدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو لم يدخل في الإسلام وهذا الفريق من كان يتزعمه؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد بني هاشم والفريق الثاني هو الفريق المهاجم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يتزعمه أبو لهب أيضاً عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر علامات الاستفهام في السيرة تعرفون منه؟ أبو طالب تذكرون لما قلت لكم هناك لغز وسنقف عليه في الحلقة القادمة هو هذا اللغز لغز أبو طالب قد حير موقفه كثيراً جداً من الناس لأن أبو طالب كان واضحاً أنه منذ اللحظات الأولى من الدعوة وهو يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول بالفعل بدليل أن أول إجابة لأبو طالب على دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فانظل ما أمرت به يعني هو استخدم فعل مبني للمجهول يعني ما جئت به ليس من عند نفسك وإنما من عند الله تعالى كان أبو طالب أحبتي فلا يؤمن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول بالفعل إذن ما السر في هذا الموقف الغريب جداً لأبو طالب فهو يؤمن بأنه رسول ويدافع عنه بكل ما يملك لكنه في النهاية لا يدخل في الإسلام مفتاح شخصية أبو طالب هو حبه الشديد جداً إلى درجة الولع بأبيه عبد المطلب وقد فسر لنا أبو طالب فموقفه هذا الغريب بوضوح كامل وهو يجيب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعا أعمامه لدخول الإسلام فقال فانظل ما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب وفي نفس الوقت أحبتي في الله نجد أبو طالب يبذل كل ما يستطيع في سبيل حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن أبوها عبد المطلب اللي حاضر للحلقات لازم أنت مضي شيء من هذه الحلقة حتى تعرف أنت بماذا أوصاه لأن أبوها عبد المطلب أوصاه بذلك وهو على فراش الموت فقال له يا أبا طالب انظر أن تكون حافظا لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذق شفقة أمه انظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك وانصره بلسانك ويدك ومالك هل قبلت وصيتي؟ فيقول أبو طالب نعم قد قبلت يا سيد قريش فيقول عبد المطلب الآن خفف علي الموت سبحان الله يا أبا طالب انظر أن تكون حافظا لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولا شفقة أمه هذا هو حل لغز أبو طالب فهو من شدة حبه لأبيه عبد المطلب وتنفيذا للوصية لا يستطيع أن يخالف دينه ومن شدة حبه لأبيه يحفظ وصيته وصية عبد المطلب في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويدافع عنه بكل ما يملك كانت رجال من تنطي كلمة تنطي على الموت ما تتنازل عن كلمتها وخاصة وصية من؟ عبد المطلب أبو سيدة قريش كان يحب حبا جم لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح أحبب حبيبك هون وبغض بريضك هون يعني عندما تحب أي شخص فينبغي أن يكون هذا الحب اعتدال ولا تحب حبا زائدا عن الحد وهذا هو آفة الحب ولا تدع الحب يجعلك تقع في الحرام أو يعميك عن رؤية الحقيقة انتبهوا أحبتي أنا ما قعد الآن أقصلكم السيرة النبوية المطهرة العطرة وخلصوا تعالوا شوفوا كيف كانت حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة وبعدها لا لازم نفهم أحنا الله يرضى عنكم شوفوا الحب وين قاد أبو طالب ولا تدع الحب يجعلك تقع في الحرام أو يعميك عن رؤية الحقيقة وكم من المحرمات وكم من الجرائم ارتكبت باسم الحب هذا لا يخفى عليكم وما في داعي نخوض بالتفاصيل لأنه الآن العالم أصبح قرية صغيرة وتسمعون الجرائم الموجودة سواء في الفضائيات أو في مواقع التواصل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ولا تجعلوا من هذا الحب أن يعميكم عن رؤية الحقيقة مهما كان هذا الشخص الذي تحبه حتى لو كان ابنك أو زوجتك حتى لو كان أبوك أو كانت أمك فلا تجعل مثلا حبك لأمك يجعلك تظلم زوجتك مثلا ولا تجعل حبك لزوجتك تمد يدك إلى المال الحرام والله ازوجت واحدة مطالب دمرتني بالمطالب وتشوف فلان أشعدها وفلان أشجابت أو جيب لي وسوي لي وعمل لي ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حاله يعني على قد الحال ماذا يذطر أشقد ما تنقرب راسه نسى الله العفو والعافية فرفقا يا بناتنا وأخواتنا الله تعالى يرضى عنكم لما تشوفون وأنتوا ازوجتوا هذا الإنسان البسيط ما يقدر يجيب لا تلحوا عليه بالمطالب الله يرضى عنكم يعني ممكن أنه يمديدوا على الحرام تفرحون بهذه الطريقة على مدى يسرع تكم فلان شغل اللي كنتوا ضارب عينكم عليها ارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى ولا تجعل حبك لابنك يجعلك تتوسط له فتعتدي على حق شخص آخر ماذا قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ماذا قال فاحذروهم الله تعالى يرضى عنكم فلابد لي أن أنوه إلى هذا الموضوع زين مشكلة أبو طالب الثانية هي مشكلة الكثير من الناس عندما ماذا عندما تتعارض العادات والتقاليد مع الدين فيختار العادات والتقاليد على الدين الله هذا حاصل في المجتمعات الإسلامية اليوم ونرى ذلك كثيرا مثل عادات الأفراح أو مثلا عندما يظلم الأخوة خواتهم البنات في الميراد ويقولون حتى لا تذهب هذه الأرض التي ورثناها من أبونا إلى شخص غريب وهم يقصدون زوج البنت وماذا يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا صح ولا لا ما احنا أريد عيشكم الحالة التي كان فيها أصلا عيشها أبو طالب اللي هي تعارض التقاليد والعادات مع الدين وأوامر الشرع الحنيف إياكم أحبتي في الله أن تفسد العادات والتقاليد عليكم دينكم دينك دينك لحمك دمك كما أفسدت العادات والتقاليد على أبو طالب دينه الحقيقة أحبتي في الله أن موضوع أبو طالب أتعب قلبي كما وجع وأتعب قلوب كثير من المسلمين ولا شك أنه أتعب قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي أبو طالب بذل جهدا جبارا في سبيل الإسلام وتحمل كثيرا جدا من تبعات الدين الشاقة لمدة سبع سنوات كاملة تعتبر من أصعب سنوات تاريخ الدعو ومع ذلك لم يمت على الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله المستهى قبل أن أكمل حديثي عن السيرة حابب أن أتوقف معكم وأخذ لقطة من داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذه اللقطة سيظهر فيها أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لا تزال بدورها العظيم جدا والهام جدا في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنفق من مالها حتى يتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة السيدة زينب البنت الكبرى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد تزوجت من ابن خالتها أبو العاص ابن ربيع وكان تاجر من أشراف قريش وأمه هي هالة بنت خويلد مان؟ أخت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وأنجبت السيدة زينب بنت أسمتها أمامة وابن اسمه علي ولكن علي مات وهو صغير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان جدا في ذلك الوقت وأسلمت السيدة زينب فور نزول الوحي لكن ظل زوجها على الكفر لسبب غريب جدا وهو حتى لا تقول قريش أنه أسلم ليرضي زوجته لكنه أسلم بعد ذلك بعد الهجرة بسنوات السيدة الرقية الابن الثانية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكانت قد تزوجت يعني مثل ما نسميه الآن مكتوب كتابها يعني على أحد أبناء أبو لهب وهو عتبة ابن أبي لهب لكنه لم يكن قد دخل بها لأنها كانت صغيرة وكان سنه في ذلك الوقت عشر سنوات تقريبا السيدة أم كالثون الابن الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة كذلك أيضا مكتوب كتابها من الابن الثاني لأبو لهب وهو عتيبة ابن أبي لهب وقد مر معنا في الحلقات السابقة هذا الموضوع ولم يكن قد دخل بها كذلك وكان سنها سبع سنوات ولا شك بعد الجار بالدعوة والعداء الذي أصبح بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيت أمه أبو لهب توترت العلاقة جدا بين رقية وأم كالثوم من ناحية وبين زوجيهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهاب ثم من؟ ثم فاطمة رضي الله عنها وأرضها رضي الله عنهم جميعا وكان عمرها حوالي أربع أو خمسة أعوام وكان هناك طفل وهو عبد الله وهو آخر أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها ثم من؟ علي بن أبي طالب وسنه في ذلك الوقت كان ثلاثة عشر عاما لكن يتميز برجول مبكرة رضي الله عنه وأرضاه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه في أمور كثيرة وهناك من؟ زيد بن حارثة واسمه في ذلك الوقت ماذا؟ اللي امتابع معانا؟ ها؟ يلا زيد بن محمد نعم وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه في أمور كثيرة وهناك أخيرا بركة بنت ثعلبة أو أم أيمن حاظنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أحبتي حبيت أخذ هذه اللقطة أنا وإياكم من داخل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن انتهت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة الجهرية ما هي مرحلة؟ وأنذر عشيرتك الأقربين ثم كانت بعدها مباشرة للمرحلة الثانية من مراحل الدعوة الجهرية وهي قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وهذا أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الرسالة لجميع قريش وللعالم كله ماذا ستفعل الآن يا رسول الله؟ وقد أمرت بتبليغ الرسالة هل ستجمع كل المؤمنين بك وتطلب منهم أن يقفوا وراءك وأنت تبلغ الرسالة إلى قريش؟ هل ستأخذ معك أبو بكر الصديق حتى يشجعك؟ ماذا فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صعد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده على أظهر مكان في مكة وهو جبل الصفا واختار الوقت الذي يضمن أن لا يتخلف عنه أحد ونادى بأعلى صوته وصباحاه وصباحاه وكانت هذه هي عادة العرب إذا أراد أن يعلن شيئا هاما هناك الآن للأسف من يخجل أن يتكلم في الدين أو يخجل أن يفتح المصحف في مكان عام ويقرأ أو يخجل أن يقول السلام عليكم هلو باي هاي طبعا مريم جاسع بتضحك زين؟ يعني والله جد والله يخجل يقول السلام عليكم أو أن يقول مثلا جزاكم الله خيرا نادى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى صوته وصباحاه ثم أخذ يناديه على بطون قريش يا بني فهر يا بني عدي أو عدي يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فقال الناس من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد بن عبد الله وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شخصية محترمة ووقورة في المجتمع المكي لم يحدث أن جمع قريش من قبل على هذا النحو فلابد حين يناديهم أنه يناديهم لأمر مهم جدا فاجتمعت كل قريش واستمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ندائه حتى تأكد أن كل قريش قد اجتمعت عنده وكانت قريش في ذلك الوقت عددها بين الخمسة والعشرون إلى الثلاثون ألف نسمة فلما اجتمعوا هكذا أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم عليهم الحجة فسألهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني لو قلت لكم الآن أن هناك جيشا بالوادي الموجود خلف جبل الصفة الذي أقف عليه الآن هل تصدقوني في هذا الأمر الخطير جدا والذي لا يصدقه أي إنسان فأجابوه جميعا نعم ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك إلا صدقا فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمنتهى القوة وبأعلى صوته وبكلمات واضحة فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كان أول من رد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو عمه أبو لهب لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له حاشا طبعا حاشا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ولم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن من رد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال تبت يد أبي لهب وتب قال تبا لك سائر اليوم حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الحق سبحانه وتعالى تبت يداء بلهب وتب لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه أبو لهب لأن الله تعالى قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يعني لا تدخل معهم في صدام شوف الآية من تسمعها الآن هذه الآية آية العظيمة من سورة الحجر شنو معناتها لا بدأت تصور الموقف وبدأت هالشكل تروح أيضا بخيالك بأنه كيف واقف على جبل الصفا وكل قريش وانقطع الكهرباء الحمد لله رب العالمي نسرح يرجع إن شاء الله وكل بطون قريش واقفة زين ويناديهم نذير لكم بين يدي عذاب شديد وبعد ذلك يقول وأعرض عن المشركين أنه ما لك شغل أنت لا ترد فنزل قول الحق سبحانه وتعالى تبت يداء بلهب وتب يعني لا تدخل معهم في صدام إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ شوف الآيات الآن شون هسأت الآن عد تدخل إلى قلبك وأتحس بيها وكأن القرآن الآن نزل عليك والآن عد تسمع الآيات يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرد عليهم حتى لا تتشتت أنت وتركز في الدعوة ولذلك كان من خواطر الشعراوي رحمه الله في هذه السورة يقول أن هذه الآية نزلت وأبو لها بحي فلو كان قد أعلن إسلامه لضرب مصداقية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقتل ولو كان القرآن من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول المتطاولون على الإسلام لما خاطر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه المخاطرة وهذا دليل وحده في أول الرسالة أن هذا القرآن من عند الله الذي علم أن أبو لهب وزوجته سيموتان كافرين وأن أبا لهب لن تخطر له حتى فكرة أن يذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتظاهر بالإسلام نفاقا حتى لماذا؟ لكي يفسد عليه دعوته ولو مؤقتا أنت قلتا تبت يدا أبي لهب وتب وها الآن جاء أبو لهب ويريد أن يعلن لإسلام فإذن هذا القرآن من عندك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عند الله سبحانك ربي لأنه في علم الله علم ما يكون وما سوف يكون وما كان وكل هذه الأمور في علم الله عز وجل لأن الله يعلم أن أبا لهب لن يسلم حتى نفاقا علمون أنه يقولون أنه يشوف أنت هذا القرآن من عندك مع العلم أنه يشوفتم الآيوي وبقي أبو لهب عايش عشر سنوات وما سوها أبو لهب انصرف الناس وهم في دهشة من أمرهم وأصبح الحديث عن الإسلام وعن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي حديث كل أهل مكة وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة وهي مرحلة الدعوة الجهرية بدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الفترة يعني فورا انجهر بالدعوة من على جبل الصفا أظهر مكان في مكة يدعو أهل قريش علانية فبدأ يدعوهم في تجمعاتهم وفي الأسواق وفي كل مكان وبدأ يصلي أمام الناس عند الكعبة كان يرفع صوته بقراءة القرآن حتى تسمع قريش القرآن العظيم والعراب أهل لغة فكانوا إذا سمعوا القرآن أدركوا أنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما من عند الله وبدأت أعداد المؤمنين تزداد وانتبهت قريش مبكرا جدا إلى خطورة الدعوة الإسلامية عليها ليش شعرت أو اعتبرت قريش أن الإسلام خطر عليها؟ أولا الخوف على المصالح المادية لأن الإسلام جاء بوحدانية عبادة الله تعالى ونبذ عبادة الأصنام والقبائل العربية كلها تعبد الأصنام وكل قبيلة لها الصنم الخاص بها عند الكعبة ومرمعنا في الحلقات السابقة ولا ضير من الإعادة والإعادة إفادة لذلك كان عدد الأصنام المنصوبة حول الكعبة 360 صنع بعدد القبائل العربية وتأتي جميع القبائل التي تحج في موسم الحج وتعبد أصنامها المنصوبة حول الكعبة لذلك قوافل قريش التجارية سواء المتجهة إلى الشام أو المتجهة إلى اليمن أو إلى أي مكان في الجزيرة العربية هي القوافل الوحيدة في الجزيرة التي لا تتعرض لها أي قبيلة أخرى مثل ما قلت لكم أن الله قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ فإذا جاء الإسلام ورفض عبادة الأصنام فهذا يعني معادات كل القبائل العربية وأن تتحول جميع القبائل العربية بدلا من حماية قوافل قريش إلى منع محاربة قوافل قريش وهذا معناه توقف قوافل قريش التجارية تماما الخوف من المصالح والتجارة هو العمل الوحيد لسادة قريش ومصدر أموالهم وثرواتهم الطائلة ولذلك كان أول رد لأول أهب لا تذكرون عندما عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام عليه وعلى عمومتي قال له ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ثم قال له ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به وهكذا كان خوف قريش على مصالحهم المادية هو أهم أسباب رفض قريش للإسلام ثانيا الخوف على المصالح ثانيا القبلية من أهم الأسباب أيضا القبلية فقريش كما قلت لحضراتكم مجموعة من البطون والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني عبد مناف فكان من أسباب رفض بطون قريش للإسلام أن لا تكون تبعا لرجل من عبد مناف لذلك قال عمر بن هشام أبو جهل والله إني لأعلم أنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا والله إني لأعلم أنه لنبي لكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا وتجد الأخ نسبنا شريق سيد بني زهرى يخلو بعمر بن هشام أبو جهل ويقول له أترى محمدا يكذب فقال له أبو جهل ما كذب قط وكنا نسميه الصادق الأمين لكن تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الرهب وكنا كفر سيريهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه أبدا هذا الكلام حلو أريد أعيده مرة أخرى الله يرضى عنكم وتجد الأخ نسبنا شريق سيد بني زهرى يخلو بعمر بن هشام أبو جهل ويقول له أترى محمدا يكذب فقال له أبو جهل ما كذب قط وكنا نسميه الصادق الأمين لكن تنازعنا نحن وبنوا عبد مناف الشرف يعني أشما كان يسوي عبد مناف كان يسوون جماعة أبو جهل أطعموا أطعمنا مثلهم حملوا حملنا مثلهم أعطوا أعطينا مثلهم حتى إذا تحاذينا على الرهب كنا كفر سيريهان يتسابقون فإذا قالوا منا نبي إذا قالوا عبد مناف منا نبي يأتي الوحي من السماء فمتى ندرك هذه إحنا إيش نقول لهم والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه أيضا اعتبرت قريشة الإسلام خطر عليها خوفا على الشهوات والملذات كان هناك في مكة أيضا من يخاف على شهواته وملذاته لأن الإسلام يدعو إلى الفضيلة وإلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى البعد عن المعاصي والبعد عن الزنا والإباحية والفساد والظلم هؤلاء الذين يعبدون الأصنام يشبعون حاجاتهم الطبيعية الفطرية وين يتركوها ويتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام هذه الأصنام عدهم دين فيما عدهم هذا دين هم أصنام وهذه الأصنام لا تطلب منهم شيئا ولا تناهم عن أي شيء عايشين براحتهم كيفين يعني الآن أحبتي فلا لما تشوفوا مثلا غير المسلم كائنا من كان هذا غير المسلم متونس بحياته كل شيء عنده حلال يشرب الخمر ممكن علاقات إباحيات ما شابه ذلك وماك واحد يقول له أنت وين رايح وين جاي حتى صلاة ما عنده ولا يفكر في الصلاة ولا أي شيء مثلا يقول ممكن أنه الشكل يفكر أنه إذا يفكر أنه يا الله وخلاص ما مثل أنه أنت في الإسلام عندك خمس أوقات للصلاة فرائض عليك وأنت تتهيأ فيها خاصة أن أشدوا صلاة على المنافقين الفجر والعشاء زين ف يقول لك أنا وين أترك كل هذه الشهوات وأترك كل هذه الملذات وتعال صلي خمس أوقات وتعال صلي الفجر وقوم من أحلى نومة وتوضى وتطير النومة من عينك وبعد أشي راح إنيمني بعدها وأنا عندي دوامة من الصباح وما شابه ذلك وصوم أنا شلون راح أنا أترك الطعام والشراب 17 ساعة و18 ساعة وبعض البلدان 19 و20 ساعة شلون ولا تسوي علاقات مع البنات محرمة ما يسير ما يسير تنظر ما يسير هذا كله ما يسير ما يسير ما يسير ما أقدر فتخيلوا الحالة ما اللي كانوا فيها قريش بربعين براحتهم عاي سوي كل شي اللي يريده أصنام ما عاد تطلب من عنده كل شي هاي الموانع اللي ذكرتها أحبتي في الله وكانت موجودة في أهل مكة لا تزال موجودة الآن وتمنع كثير من الناس من الالتحاق بالدعوات الإصلاحية الخوف على المصالح المادية القبلية العنصرية الكبر عدم الرغبة في الالتزام بمطلبات الدين لذلك كان قرار قريش فورا أن أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام ومحاربة الإسلام ومحاربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة دعوته أتوقف هنا أحبتي في الله وإن شاء الله سنعرف في الحلقة القادمة كيف حاربت قريش الإسلام والمسلمين وانطفى الكهرباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر